مواصلين اه مواصلين في برنامجكم اه حتى لل تسعة ونص نهاركم زين نهاركم مبروك. كما قلت اذا ننطلقوا الان في حوارنا مع الضيف ناطق الرسمي باسم المجلس الوطني لجهات والاقليم سيد النائب رياض الدريدي. مرحبا بيك. شكرا قبلك دعوتنا اليوم السباح. اه مرحبا بيك ومرحبا مرحبا بمستمعين اه ومشاهدين. شكرا قبلك دعوتنا. سيدنا بندخل معكم مباشرة في صلب الموضوع. اه من المواضيع انتو كالي حابينا نتفعلوا فيها اليوم السباح. اول تجربة مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية. اه في تاريخنا. اه من قبل بين الغرفتين البرلمانيتين. اه هذي بالنسبة لمشروع قانون مالية الفين وخمسة وعشرين. كيفاش التجربة هذي الى حد الان. اه كفيت ايشوا فيها عشني خصوصياتها الدور اللي قاعدين تلعبوا فيه اليوم. لقيتوا بلاستكم نسألك يا سي 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 نعمال معناتها ماما ممسي كلكم نوي بجدود دبتم اجد جيتون بعد. وستركتور بيدها لكلها جديدة يعني تخدم وتلوش زادة في الاكليبرا متاعك. اونا انت انتو نحكي وبعد شوية في كلية مزيد على موضوع الميزانية. اه. بازلتوا حتى معناتها اليوم. اه لقيتوا المكان حسب ما سمعنا معتها اليوم يحتاج والا معت كما كان شي اكسبلاتي. اه كما قولوا معت السنوات الماضية انفان يستعملوا فيه سا ساعة شفنا قبل يمشوا يعملوا جلسات غادي كم والا. يعني كله مربوطة بعضها. فكيفاش التجربة هذي الاولى. باي شكرا لك. اه التجربة هذية هي بيش تكون تجربة ثارية لانه احنا نعرفوا هذية سنية معناها اول معناها مرة تصير مناقشة الميزانية معناها اه ما ما نحبش نقول غرفتين. اه زوز ما جالس. هما اللي بشي نيقشوا معناها الميزانية. وبش تكون فما اه نقلة نوعية لان الافكار بش تكون متعدة اكثر. وبش يكون نقاش اه معناها يعتمد على معناه زوز اراء وزوز افكار. لان احنا في المجلس الوطني لجهات والاقاليم احنا مجلس اختصاص اللي هو اه اول حاجة يعني بالتنمية. وبالتنمية واحنا في تونس نشوف اللي كان فما الاقتصاد متاعنا معناه كان اه معناه اه سامد قعد اسمد وان شاء الله هتسير رونس ايكونوميك على قريب. وهذا معناه هذية كل بش يخلينا معناها اه معناه خدمة اه سيرته الفين وخمسة وعشرين اه جاينا بش نبدأوا نحضروا منويل التنمية ستة وعشرين ثلاثين. هذية هذية هولي معاملين عليه احنا معناه كمجلس الوطني للجهات اه والاقاليم. بالنسبة مع زملائنا في مجلس النواب معناه فما احنا زملاء والاصل في الشيء الناس كل جات بيشتخدم البلاد. معناه معناش اشكال مع بعضنا. نظمنا معناه الجلسات مع بعضنا ونظمنا كيفاش اه طرق التدخل وطرق النقاش وكل اه نظم لهم. والحمد لله الى الان ومعناه البارح بارك كملنا اه معناه مخر شوية مع سيدة اه وزيرة اه المالية. وكانت النقاشات مثمرة. وصلنا معناه 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 بنسبة للنواب الكل اه يخدموا في تناسق وينسقوا مبعضهم والحمد لله. ومعناه الامور ماشية كي ما يلزم معناها. هي تجربة جديدة صحيح. هي تجربة القرب. هذية السياسة جديدة هذية. الهيكل جديد هذا اللي يبدأ من المحلي والجهوي للأقليمي للوطني اللي هو في الاخر المجلس الوطني للجهات والاقاليم. هذه سياسة القرب اللي القرار والتشاركية بش تكون موجودة بين كافة الوزارات والمجلس الوطني للجهات والاقاليم. وبش يكون بش تكون سياسة القرب تعاون برشا لانه ما عادش القرار بش يجي من فوق مزقط. بش تجي القرارات بش تولي تنبع من القاعدة من اللوتة وهذية سيادة سيد الرئيس اللي معناه يحب يوصلها وان شاء الله احنا نسي كلنا تعاونوا بش نقدموا بالبلاد. انتي اه شخصيا تحضر في الجلسات اوك اه مع اللجنة المالية مجلس اه ام انا انا بالنسبة ليانا رياض الدريدي مكلف بالاعلام والاتصال اه معناه في مكتب المجلس ما نيش اه مانيش في اللجين لكن نحضر في اكثر اللجين اه معناه نمشي ونشوف ونعاون زملائي بالافكار بال بالنقاشات اه بكل شي. شو اهم ال اهم اهم وكل نقاط اللي تفعلتوا فيها امتوما كا اه مجلس وطني الجهات والاقاليم فيما يخص مشروع قانون مالية في خطر احنا 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 بالنسبة اللي نحنا حتى سيدة الوزيرة قلنا لها التمشيره يلزم يكون اول حاجة كما ديما نرجع له سيدة الرئيس لي احنا خطر هو هي سيدة الدولة لكل معناه الناس كل نكون مجانسين في تطبيقها اللي هي تكون يزمها منح اجتماعي كميزانية زم تكون منح اجتماعي لانه نحر نعرف احنا المعانيات اللي يعاني فيها المواطن التونسي معناها والصعوبات اللي تلقى فيها كل عائلة بتسير امورها واينا معناه عندي نظرة خاصة اللي في توا الناس الكل تقول اللي غلاء الاسعار وغلاء الاسعار ومعناه الكلمة ذي نسمعوا فيها دينا لكن الاصل في الشي مش هو الاشكال مش في غلاء الاسعار الاشكال كونه احنا لي سالير متاعنا طايحين برشا سالير متدني معناه برابورك تقارن انتي سالير في تونس باي دولة اخرى تلقى روحك معناه من 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 اقل لي سالير لو كان انتي تخلق معناها الثروة او الدولة اخرى لقفها بدول لا 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 اي 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 ما نقارنوش رويحنا بدكم احنا نقارنو رويحنا باللي في مستوانا ولا خير شوية ويزمنا نكونوا خير منهم واحنا اذا بشنا نقارنو رويحنا اه معناه معناه كما كنت تحكي تاو على هذو ما الستارتاب وكل شي معناه احنا عنا الافكار وعنا الكفاءات احنا نقارنو رويحنا اه انا ما نسمحش للروحي بشان قارن روحي حتى بلد عربي انا نحب نقارن روحي ديما باوروبا ما عناش علاش بشان نكونوا اقل منهم عنا الافكار عنا الكفاءات وعنا حتى البلاد فيها الثروات وكذا احنا اكثر تجربة يزم يتذكروها التوينسة اللي في الكورونا ما استحقينيش نوردوا ماكلتنا من بره لهذيك معناها زيد اكدنا احنا على سيدة وزيرة المالية وخصوصنا كالعاملات الفلاحيات والفلاحة يزمنا نركزوا على الفلاحة متاعنا عنا الديفولي واضحين يزمنا نركزوا عليهم الرقزوا على الفلاحة الرقزوا على حاجة اخرى انا طلبت من السيدة الوزيرة بشتعمل لنا بلاتفورم للمواطنين بالخارج لانه اكبر دعم الميزانية الدولة اللي يجيوا من برها هما من مواطنين بالخارج مواطنين بالخارج كي يجي ويدخل للمطار ولا ما يلقاش معاش يكون يحكي حتى كان جاي بفلوس بشعر مشروع ما يلقاش قلنا لها تعمل بتاع تنجم تحاول يحطوا دي بلاتفورم باش المواطنين بالخارج يكون فما انسيابية وتسهيل في معناها في القيام بالمشاريع وكل شيء بالنسبة لزيد القانون المالية هما بشي دعموا للاستثمار وحتى السيد رئيس الحكومة كي يجي في البيانة متاعه اكد معناها على الشراكة بين العام والخاص واكد على دعم المستثمرين لانه بهذاك بش معناها نقدموا بش الاستثمار معناها يصير في البيانة ويزمن التسهيلات بيروقراتية في تونس كيف كيف برشة بيروقراتية برشة اوراق قالوا زيرو بابي مزلنا بعاد يقول النقصه احنا وكله معناها فما ديفولي اسنية الحق بيان سيد رئيس الحكومة وحتى الوزراء اللي جايوني شيء معناها يطمن وانا متفاق البرشة اللي ريت معناها برشة معناها برشة معناها مواضيع ما ناخذيهم بعين الاعتبار في ميزانية الدولة اسنية نمشي واحنا فاصل قصير ثم راجعين في بنامج كوميكس بيسو سبعة وخمسة واربعين دقيقة قدمانا مواصلين سيد نائب سيد نائب رياض الدريدي النطق الرسمي نقلت باسم مجلس الوطني مكلف العليم والاتصال في مكتب مجلس الوطني للجهات والاقاليم جدولك التحية مرحبا بك. عاشر. اه بالنسبة لل اه ما شغلكم يعني العمل اه المجلسي قبل ما نحكيه وعلى اولويات شون تخدموا عليه اللي جين شنو اللي قاعدة تحطه على الطاولة اه شنو اللي يهم المواطنين في كلمة موضوع الميزانية اه متاعكم اه صار برشة حديث معناها على اساس طالبين زيادة ومش طالبي زيادة وطلبتوا اه ما تقدمتوا مشروع ميزانية متوما جايكم اه اقل قل بشتر تقريبنا عاش اتناش بطاعتنا اي اه احنا طلبنا اي احنا طلبنا في المعنى التلاثين معنى الف دينار اخذينا اه مليون دينار اخذينا خمساش مليون دينار اه احنا بالنسبة للمجلس وقت ادخلنا من افريل طوى قاعدين نخدموا معنى بالممكن اللي هو معناه اه بريسك المجلس فارغ ما لقينا فيه شيء ما فيه شيء فماش متلقاش ما فما حد شيء معناه ناقص بريسك ناقص معناه مش بريسك هو ما فيه حد شيء ومن افريل طوى نخدموا بامكانيات محدودة ونخدموا معناه بامكانياتنا معناها ذاتية وحتى كمعناه اداريين مجلس كامل ما يفوتوش العشرة اداريين معنا معناه وقت اللي تلقى فيه مجلس النواب فيه اربعمية واش اداري معناه فرق 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 معناه بعيد برشة احنا بالنسبة لي نحنا حتى اللي كتلبنا مسايدة وزيرة المالية حتى ما فماش معناه زيادة في الميزانية معنا ما نعملوا بها المهم هو يكون فمه معناه واليات العمل المتوفرة في وسط المجلس وحتى من سيانة لانه حتى الميزانيتنا معناه ميزانية دوا دي بار هذه معناه اول عام معناه انتي اه ميزاني دو ديبار وكان المعلم هذا اللي كان قبل مسمى معناه مجلس مجلس المستشاري معناه معناه مجديد كما انتي بش جي تعمر حاجة من اول مرة ومعناه يزمك معناه تعطيها معناه الامكانيات اه اللي يزمع. وواضح. هدا بالنسبة للموضوع الميزاني الاولويات متاعكم العمل اللي متاعكم اليومي معناه اللي يجي لكل قادة دور كل شي مركز فماش حاجة مزيت ميشو بي احنا احنا رو بدينا في افريل نخدمه بدينا نخدمه من الول مش منطوره حتى على الميزانية احنا من اللي بدينا في افريل بدينا عملنا حلقات تكوينية وبعد بدينا نخدمه وعملنا زيارات ميدانية برشة برشة ولايات في تونس اه معناه نمشيه معناه مجموعة متاع نواب اه نمشيه الولايات الكل بش نطلعوا على الحقائق بش نشوفوا بالضبط شنية النواقص متاع الولايات وكونا دي دوسي عاونونا برشة توا في الخدمة اللي جان لكل قاعدة تخدم احنا مقسمين على ستة اللي جان اه وستة اللي جان كل لجنة تلقى فيها معناها ثلاثة اربعة خمسة مهمات وخدوهم وطوخ في النقاشات قاعدين توسائل النقاشات في مجلس النواب اه الاولويات متاعنا احنا دي ما انا نعاود ونقولها احنا ما مجلس اختصاص احنا اه اي التنمية منويل التنمية هذا اللي احنا ما عاش راضين به القديم وطالبنا بشي يتغير وبدأت فما بوادر بشي يتغير ويزم هاي كلافة الوزارات اللي تتماشى زادة متاع مع الاقاليم الاقاليم الخمسة اقاليم لانها توهدية جديدة يزمك انت كوزارات تبدلك الدواوين وبرشة حاجات يزم ما تبدل يزمها تتماشى مع الاقاليمة دي جديدة والسياسة دي معناها معناها جديدة اللي وليت في تونس ما عادش بشتمشي انت كل الولاية ولا جي شمال واحده جنوب واحده طيو لا بشتوالي تتماشى مع الاقليم الاول الاقليم الثاني الاقليم الثالث الاقليم الرابع والاقليم الخامس واحنا قاعدين طيو معناها بش نكملوا ملاقش ميزانية وتصويت على المشروع الميزانية لكن بعدها بش ننكبوا مباشرة على الامور التلموية والاقتصادية خاطر مباشرة بعد الميزانية نبدأ في التحضير لمنويل التنمية ستة وعشرين ثلاثين لهذاك نحاول ونخدمه عليه ان شاء الله هل تكون فيه نقلة نوعية لتونس والاولويات بالنسبة لك عطيتنا اولويات الاولويات 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 اول حاجة هنا ديما نركز على الامور الاجتماعية الامور الاجتماعية يلزم المواطن ابسط معناها الحاجات اليومية اللي تكون متوفرت له بالنسبة الامور التشريعية لانه سيد الرئيس اه قال واكدها وهذا بين بالواضح والعيان للنسكل اللي هي يزم تكون فما ثورة تشريعية علش لانه برشا قوانين باليا فما قوانين عندها مية سنياق قاعدة التطبق التوى صحيح عنا فما قوانين باها لكن يلزم تكون ثورة تشريعية باش القانون اللي ما يتمشيش مع الوقت دايا تونس في الفين ووربع وعشرين يزمو يتغير كيف كيف احنا عنا اولويات ثورة ثقافية عنا زادة رؤية للطربية وسمعتك قبيلة تحكي على الطربية وعلى الدروس الخصوصية التوقيت المدرسي هدا يفيه برشا كلم برشا حاجات معناه بالنسبة النقل النقل زادة قاعدين نخدموا على النقل اللي بش نجيبوا طرق جديدة معناه يزينها ما شريعنا كيران مستعملة وتشريها ما تشد لكش حتى شهرين وتطيش وبرشا اشكاليات من نوع ذايا علش ما نستعملوش سكاك الحديدية انا في مرة معناه ذايا حاجة تخصني قلت لهم علش من من عملوش شبكة معناه شبكات معناه شبكات معناه سكاك الحديدية عليش قالوا حاطروا ولو وخم ما عنيش احنا احنا يزم يكون فيما ترابط يزم يكون فيما ترابط انتي تونس العاصمة انتي تونس العاصمة يزمك يكون تونس العاصمة شبكة الحديدية بنزر ديريكت يزم يكون تونس العاصمة باجة كيف كيف. يزم يزم انسان يحب من تونس يطلع يمشي للشمال. ما مثلا للشمال يلزم يكون في اربع دراج يكون في الشمال. ما لك كيفش انت تحب تعايت للمستثمرين وتعايت للناس. وانت ابسط الاشياء بش انسان يتنقل من ولاية الولاية يقعد ساعة وساعة ونصف وساعتين. ما هوش معقول هاد. معنا هذوما برشا حاجات. احنا عنا برشا افكار بو ماناش ان شاء الله ما نرخلها نجيك نجيب لك بالتدقيق كل شي. عنا برشا افكار حاضرين وعنا دي دوسيين نخدموا عليهم ونعرفوا المناطق الكل لان احنا الامتياز في المجلس والتاني الجهات والاقليم هذو بش نعطيك بالضبط شنو الامتياز. اي اي انا دي ما. خان خانبسطها خانبسطها معنات كيما العبيد تشوف فيها ولا ممكن فهمينها ولا ممكن اني مش متبع يقول لك صدوية تخصاها معناتها. اليوم كل واحد يضرب على جهته معناتها ولا كيفش? احنا بالنسبة في المجلس بالنسبة في المجلس الوطني الجهات والاقليم. السبعة وسبعين نحنا نواب وطنيون. احنا جمهورية كاملة. انا جيني اشكاليات ساعات ويكلمني شكوم من سفاقس ولا من تطاوين. واذا فهم الامكانية معناها. يعني الاجابة على سؤالي لا. مش كل واحد يضرب على جهته. لا 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 احنا احنا بالنسبة لي احنا المجلس الوطني الجهات والاقليم نقولوا كتلة واحدة معناها احنا بنية واحدة عائلة واحدة راوا نخدموا كلنا المصلحة التونسي الكل بالنسبة السبعة وسبعين نايل. هذي انا راني ما نجي مش نقوله هذيك اذاك انا شفته وعينته من افريل طوى مع زملائي اللي احنا نفس التفكير ونفس واحنا فهم اولويات. رو مش معناها انا معناها من ولاية اريانا. وانسان من من تطاوين او مدنين زميلي. اذا فهم اولوية في مدنين رو مدنين قبل رو. ما عنديش اشكالة. بنسبة لي انا جمهورية كاملة. لكن احنا الامتيازي كنت حبيت نحكي لك عليه. لان احنا عنا المحليات احنا كل عمادة عنا فيها شكول. كل معتمدية فيها مجلس محلي. كل ولاية فيها مجلس جهوي. والاقاليم كيف كيف فهم مجلس الاقاليم اللي هو يلم الولايات متاع الاقليمة ذاكة. معناه احنا في كامل التريطور متاع البلاد. عنا الفكرة المعلومة عنا. المعلومة في وقتها توصلنا. والاشكاليات توصلنا في وقتها. الافكار متاع المشاريع توصلنا في وقتها. معناه احنا رانا بالنسبة كجمهورية كاملة ذاك الامتياز اللي المجلس متمثل في جمهورية كاملة. وبريسك مغطي تريطور الكل متاع تونس. من معناه بنزرت حتياش البرج الخضر. واضح. اه. هدا هو تقريبا يعني اه. بنسبة للدور متاعكم. بنسبة للعمل متاعكم. اه. العمل اللي هو انطلق كما قدأت من شهر افريل اللي فات. سألتك على الاولويات. بنسبة للمشروع قانون المالية. مالية. فما توافق لانه نذكروا بتدخل كنادق رسمي ممكن الدور متاعكم. للي ما يعرش معناتها عنده وزن مهم اليوم. يعني نجم في الاخر متوما دوركم استشاري ولا كان ما توافقوش عليه ما يتعداش. احنا احنا بعض المشروع بش يصير فيه التسويت. هدا هو. والتسويت بيش يكون من نواب الكل. نواب. ايه ما كل واحد في في مجلسه في غرفته. يعني يتعدالكم يعني. لا لا الكالكول عالناس الكل. كيف كيف? رو نيب مجلس الوطني الجهات والاقاليم ونيب مجلس نواب. كيف كيف? في كل شكل. بلايه كيفاش العملية تصير? مثلا بالنسبة للمشروع قانون المالية. ايه بش يصير التسويت يصوتوا هما ونصوتوا احنا. ما راهو ما يتعدى كان بالا ما يتعدياش. معنا نجموا احنا ما يتعدىش. ام. ريت النواب آو كانو طوى مياه واش عندهم وصبع وسبعين. بش يولدو طالع على ميتين واش. هم. معنا يا رو النواب كيف? فماش احنا استيشاري ومش استيشاري. احنا كيف كيف? في النقاشات كيف كيف? في التعديل كيف كيف? معنا يا احنا عنا نفس Albert الامن. معنا ي CG رو كيف رو كما مجلس النواب كما مجلس الوطني الجهات والاقاليم. نايب نايب. لكن احنا ديمة بمثم مشاريع فما مشروع ينجم ما يتعديش معناش عندك فكرة عليها انتي هذي ولا فما ساعة ساعة مشروع ما يتعديش يمشي فما لجنة متناصفة بش تسير اللي فيها كيما لو كان مشروع قانون المريا متعديش مش كل بيروماتي مش حكيو على ذاك احنا كيف التصويت معناها فصلا فصل فهمتك ينجم الفصل هذا ما يتعديش ومعناها ما يصير شوية يمشي للجنة قبل هذي اللجنة فيها تلقى خمسة مجلس وطنيجيات والاقليم وخمسة مجلس النواب خمسة نواب منه وخمسة نواب منه ويصيره نص توافقي ونص ذاك يعود يرجع للتصويت مرة اخرى لكن راه التمشي القديم وتطوره هو بيدو التصويت المشروع يتعدى ولا متعديش تعديلات كيف كيف اما هو جوزت كيفيش تسير العملية معتا يكملوا منه في مجلس نواب شعب يصوتوا عليه بعد يعديوه لكم ايه مبعضنا مبعضنا نجم يكون في نفس اليوم مبعضنا كيف كيف لكن هاوك التصويت بيش يتعرف التصويت كل ناي بيشنا ورايه في التصويت هذيك قدر كل شي بسجل لذيك يصوتوا مجلس نواب وطبع عندكم لجنة في الليجينة بتاعكم عندكم لجنة مالية عندكم لجنة احنا اللي يجيني كل موجودة اي اي نفس الستركتور يعني خاطر مثلا طوى برشا مثلا قاعد يقول لك قاعدين يستمعوا قاعدين تعملوا في جلسات استماع خاطر شوزت المالية كل يوم بحذين لا 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 في مثلا لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قاعدين يستمعوا للخبراء المحاسبين الاخري فمش كون قاعدين يجيوكم لكوتوهم بشتر لجنة مالية ولا بتوما لحظ الانكتر ومع بعضكم ميسيش مو بشو هي طوى لجنة المالية مشتركة لجنة المالية مجلس وطنيجيات والاقايم ومجلس نواب الشعب وبعد حتى التقرير يخرج تقرير مشترك والفصول بعد التسويت يصير وحتى ما قتلك فما فصل ما يتعديش يمشي اللجنة المتناسبة ذي ويه شو اهم ما جاء البارح من لقاءاتكم مع المنظمات هو وصلتوا سبعة ثمانية منظمات البارح ذوي خبراء المحاسبين وغيره هي طوى ان احنا خطر فما تعديلات واحد ما نجموش كل شي بش معناه اما كان لقاء معناه باهي ومثمر وان شاء الله بش معناه الاقتراحات تاخو بعين الاعتبار كيفش حاستوهم اه لا متفاهمين ناس وطنيين ناس كل هنحكي طبعا لا 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 بالصفة عامة ناس وطنيين وناس متفاهمة وناس تحب تقدم بالبلاد انا متفاق البرشرة انا انا الشي معناه اللي شفتو يعاينتو اللي ريتو ناس كل تحب تقدم البلاد وان شاء الله هنمشيوا معناه في التمشي هذا فماش مبادرة على اقل كل ضيف جانيرا ومخرج له مع على اقل تحصل على مبادرة ولا اثنين فادلك بعد انتي حر بتبيع فما مبادرات خاطر جايين من نواب معناه سمعنا لبعض منها هوني حصريا في برنامج اكس بايس روكو سواء من وقتناه برئيس لجنة المالية او حتى البارعوة البارعوة معناه عندكش حاجة على اقل هكا مبادرة ممكن جايه من عند نواب من مجلسكم مجلس الوطني جهات والاقليم احنا التعديلات اذي في المجلس وطني الجهات والاقليم نخدمه منظمية ريت تعديلات هادوما نقعدوا مع بعضنا كل وشوف التعديلات نحبه احنا كي نعملو تعلق دوك متطلع كنفما تعديل ايه فماش تعديل لا ما نجيبش اقولك تعديل لا لا ماكش بتاخو مني تعديل اتبقى رو احنا رو احنا ريت التعديل لا لا غير ما فماش نقولك حاجة بتكون مهمة لان التعديلات احنا من احنا راو فما فرق تو مجلس النواب هادوكم فما دي كتل وفما واحد فما كذا هادوكم راو فما احنا ريتنا القرار تاعنا كماش وطني جهات والاقليم تعديل كيكون التعديل يفيد يا مش لازم نعملو تعديل بالنسبة لي نحنا التعديل نتناقشو فيه فماش تعديل يفيد قليل تخدم عليه اه فماش تعديل يفيد مالي يحب ياخو معلو اه اه فم برشة تعديلات فم برشة تعديلات وعنا برشة حاجة تشوفناها ان شاء الله نحكي من عندكم بغير من درجات من نوع وخصوصا في الامور التنموي وخصوصا في الاختصاص امتاعا شو اللي يجب لكم ناقص برش 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 شوفنا فم خطو التمويل فم برش حاجة لا 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 هو عليش قتلك روسنا روسنا به معناه القانون مشروع قانون كيف حاجة تريدكم ناقصة كي تحبوا تعدلوها معناه احنا برشة حاجات ناقصية من اجي مش نقول لك رو برشة نقول لك رو برشة ان شاء الله كي نبدأوا التعديلات نجيونا ونناقشوهم حتى مائم نناقشوهم ان شاء الله اما التعديل اللي بيه الفايدة هو اللي يكون التعديل في مصلحتك المواطن ان شاء الله ليخدم حتى حد تلك المواطن شنو رايك في الموضوع اللي بش موضوع موضوع حارق مش كمواطن انا مش نعطيك الساعة كوالي وكمواطن ومش نعطيك كرياض الدريدي في المجلس وطني جهات والاقاليم شنو الافكار اللي عندي انا في تخص التربية خاطر في المجالية تكل عنا افكار التربية وزارة التربية هذية يزمها هيكل كبيرا برش عليش لانو اول حال احب نقتراح عليك سيدنا ايبك نازلت اشتقد بحدنا درجين خلنمشي مع فاصل عندي فلاش شوف ثم نرجو مع الفقرة دي وخلنا خلنسمع منك في الفقرة بيدة اللي بش تكون مخاصة الموضوع التربية راجعين توتشت